أسعار الخضار في مصر اليوم السبت تمانية ستة ألفين أربعة وعشرين شهدت أسعار الخضروات والفكهة استقراراً لكن هذه الأسعار بتختلف من منطقة أخرى حيث جاءت أسعار بعض الخضروات كالآتي سجل سعر كيلو الطماطم حوالي من تمانية لإتناشر جنيه سجل كيلو البطاطس من عشرين لخمسة وعشرين جنيه وسجل سعر كيلو البصل حوالي من عشر لخمستاشر جنيه وسجل سعر كيلو اللمون البلدي حوالي من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين جنيه وسجل سعر كيلو الفاصولية حوالي تلاتين جنيه وسجل سعر كيلو الكوسة من خمستاشر لعشرين جنيه وسجل سعر الباميا من أربعين لستين جنيه وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي من خمستاشر لعشرين جنيه وكيلو الفلفل الألوان من خمسة وتلاتين لخمسين جنيه وسجل سعر كيلو الطوم الأبيض حوالي من خمسين لسبعين جنيه وسجل سعر كيلو بسلة حوالي 30 جنيه وسجل سعر كيلو الخيار من 15 ل 20 جنيه وكيلو الجزر من 10 ل 15 جنيه وكيلو بتنجمب أنواعه من 13 ل 15 جنيه بالنسبة لأسعار الفاكهة النهاردة سجل سعر كيلو الموز البلدي من 17 ل 25 جنيه وكيلو الكانتالوب من 17 ل 25 جنيه والبطيخة بتتراوح سعرها ما بين 40 و90 جنيه حسب حجمها والخوخ من 25 ل 50 جنيه بالأسواق ومتقصة سعر كيلو البرتقان الصيفي حوالي 10 جنيه والبرقوق في حدود ال 40 جنيه والتفاح من 40 ل 80 جنيه وكيلو العنب بأنواعه من 35 ل 60 جنيه